عمال النظافة في أبيان حكاية حزينة مع الفقر والحاجة شهور سبعة لم يستلموا معاشاتهم أنهكتهم الديون وأرهقهم الصبر لا يملكون شيئا سوى هذه الريالات التي تأتي إليهم نهاية كل شهر ويطعمون بها أولادهم وعوائلهم لا أنا ولا أبوهم بنغدار أبوهم مضم مع البلدية وأني مضم مع البلدية مونة علي في عقدها الرابع من عاملات النظافة في أبيان تعاني أوضاعا مأساوية قاسية سبعة أشهر وهي في انتظار أن يصرف راتبها ولكن دون قدوى أولادها بحاجة إلى طعام وفي منزل صغير متهالك يحتاجون إلى كل أساسيات الحياة كل هذا جعل مونة تذرف الدموع وهي ترى أولادها أمام عينيها يعانون من الجوع والبرد وليس بيدها حيلة وفي حيرة من أمرها لم تجد هذه الأم طريقة أخرى غير الاستغناء عن فلذة كبدها وأعطائها لأسرة أخرى من أجل العناية بها علها تحظى بحياة كريمة بعيدا عنها لأنني لم أقدر أصرف عليهم واندت بنتي الناس من شان يربوها يصرفوا عليها واللي بعد قاهل بنديه من شان يعيشوا عيالي لأنني لم رتبات ولم نظمت أدعم أحنا ولا حاجة يخلهم يموتوا ولا يشحتوا بالشوارع أحسن بوزعهم للناس اللي بيربوهم ولا خلهم يشحتوا بالشوارع الطفلة ذات الثمانية أعوام لا تدري ماذا يحدث ولا لما والدتها آثرت الإبتعاد عنها ونظرات عينيها تقول أريد البقاء مع أمي أريد أن أحظى ولو بالقليل من خنانها ولكن الواقع غير مسار الأمنيات وقعل هذه الأم تعيش مأساتها وحيدة ولا أحد يسمعها مأسات مخلوطة بالدموع والدعوات أم مكبورة على فراغ ابنتها ومسؤول في هذا الوطن غائب عن من هو مسؤول عليهم لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان